هنروح لأحد الأخبار التانية تتعلق بكرة الماء تعارفين طبعا كرة الماء السادي دوري وكأس وده كان إنجاز كبير بيتحقق في كرة الماء زي ما احنا عارفين نادي الأهلي لما بيبقى عنده مشكلة في أحد الفروع بيتم دعم الفرع ده بشكل قوي عشان يعود تاني للمنافسات كرة الماء كانت بعيدة من تات أربع سنوات نادي الأهلي دعمها من مجلس إدارة بكاتل كابتن طبعا محمود الخطيب والراحل أكيد معالي الوزير عامل فارو وكل المجلس بالكامل دعمه قطاع السباحة بتنصيق طبعا مع كابتن والعزة رئيس جهاز ألعاب الماء دم دعم كرة الماء ورجعت للمركز الأول مش برجعت من منصة التطبيق لرجعت المركز الأول عايزة النهاردة بيتم دعم قطاع الناشئين بالكامل في بطولة كبيرة جدا بتتلاقي في اليونان كل سنة الحقيقة اسمها غريب شوية ومضحك شوية يمكن لما كنا بنتكلم مع فريل إعداد يعني دحكنا شوية على اسمها أو اسمها صعب شوية اسمها الهابا وابا اسم البطولة كده في اليونان والحقيقة البطولة دي بيشارك فيها قطاع الناشئين قطاع الناشئين ناشئين الزغيرين أو 2011 2012 و2013 صح كده مضبوط التلت عمر السنية دي اللي شاركت في البطولة دي عندنا في مرحلة سنية لـ 2012 نجحوا إنهم يتأهلوا لقابل النهائي في البطولة دي والبطولة دي حقيقة فيها منافسات قوية بعد ما كسبوا فريق فلايين دولفينز الفريق دي كسبوه في دور التمانية طلعوا دور قابل النهائي إن شاء الله يعني يتمنى لهم يفوزوا ويوصلوا النهائي ده الجيل اللي حقق نتيجة كبيرة النهاردة لما نلاقي ثلاث أجيال يعني نقول لو قلنا كل فرقة من دي فيها 15 لعب وده تقريباً السكورشيت اللي بتحط فيه في كرة ألماء نبنكلم في 45 لعب من كرة ألماء بالأجهزة الفنية بالطأم الفني اللي مسافر معهم فده أحسن إعداد واحتكاك لهذا السن بعد سنتين ثلاثة هنلاقي اللعب دي في حتة تانية هو ده اللي بيعمله النادي الأهلي وهنا عايزة أوصل لك حاجة زي ما راح فريق الشباب للنادي الأهلي وحقق نتيجة كبيرة جداً في كاس العالم ده ما بيجيش غير لما نادي الأهلي بيشتغل ووقف على رجله في قطاع عائلة الناشئين النادي الأهلي زي ما بيقدم في النصف التاني في حلقتنا مجموعة كبيرة من أبطال ألعاب القوى للأولمبياد بيقدم في كل القطاعات لعيبة يعني يعني مستعدة لارتداء قميص منتخب مصر وكرة الماء زي ما حدوكم شايفين ده أكبر دليل طب النادي بيعود عليه من كرة الماء ما فيش إنكم بييجي أو ما فيش أي عائد مادي بييجي من كرة الماء ولكن النادي الأهلي هو اللي بيصرف هو اللي بيعد اللعبة دي وتلاتتاشر لعبة أخرى كرة الماء من الفرقة الأولى للناشئين فالنهار ده النادي الأهلي بينفك أموال طائلة بدون دعم من الدولة بدون أي دعم طبعاً دي صور آه دي طبعاً صور فرقنا وفريق الأكاديمية كرة الماء بنادي الأهلي موليد 2012 أقول لحضر لكم الخبر تاني صعد بدور التمانية بطولة الهابا وابا باليونان بعد الفوز على فريق فلايين دولفنز اليوناني بنتيجة 15-8 وهيلعب فريق الأكاديمية كرة الماء 2012 مع فريق يوناني آخر في ربع النهائي إن شاء الله اللي بتلاعب دلوقتي في اليونان وأدم فريق الأكاديمية الهابا وابا باليوناني أداء كويس جداً أشهد به كل في البطولة بفضل الالتزام بتعلمات الجهاز الفني والالتزام طبعاً شافوا حضراتكم شايفين يعني زي ما قلت 15 لعب في كل جيل النهاردة بتتكلم فيه حوالي 3 أجيال مشاركة يعني 45 لعب الأجهزة الفنية حضراتكم شايفين طبعاً دي لقطات من البطولة وتشارك طبعاً وتشارك الفرقة أو تشارك القطاع أو أكاديمية الناشئين في النادي الأهلي بتلت أعمار 11-2011-2012-2013 كل التوفيق طبعاً لفرقنا المشاركة في كل مكان في مصر والعالم نتمنى لهم بكل التوفيق إن شاء الله